السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ايمن الضمنهوري من قناة كناشة الضمنهوري نتكلم على علم من اعلام العصر الزاهد الشجاع فضيلة الامام جاد الحق علي جاد الحق شيخ الازهر كلام بتاعنا في عدد من المواقف اول حاجة بالنسبة للمقف السياسية فكان فضيلة الامام كان شايف ان قضية القدس دي قضية بتهم كل مسلم رفض التطبيع مع اسرائيل مع ان كان في الوقت ده في تقارب حصل نتيجة تفقية اسلسة سنة 94 بين الحكومة الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية رفض زيارة المسجد الاقصى وكمان اعلن عدم رفضه امداد اسرائيل بالماء من طرعة السلام وكان له موقف شهير مع عزرة وايزمان رئيس اسرائيل كان جاي في زيارة الى القاهرة والراجل طبعا من البروتوكول انه حيودوه لشيخ الازهر فلما عرف هذا الامر ولم يكن مسبقا في الجدول يعني رفض ان يستقبله في المكتب وسبب حرك شديد لمبارك في النحية الاجتماعية طبعا كان موقفه الشهير في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المؤتمر ده كان حيصدر وصيقة الوصيقة دي طبعا كان فيها اباحة الشزوز والواط واجهاد الجنين واشياء كثيرة جدا لا تتفق مع السوابت لنا كشعب مصري بالنسبة لمجتمع اسلامي فطبعا فضلت الامام جاد الحق اجتمع بمجمع البحث الاسلامي واصدروا بيان سنة 1994 عقد الاجتماع وفندوا كل هذه الاشياء وبيينوا واصروا على انه يتم تعديل الوصيقة التي ستخرج من مؤتمر الدولي للسكان والتنمية يعني يقال يعني انه البيان اللي اصدروا ده هو كان عامل ردة فعل شديدة فكان مبارك من هذه القصة الرئيس مبارك يعني دخل في جدال معه في احدى الاجتماعات وقال له يعني بقره قبل ما اتطلعوا الاراء فعلى طول على الفور ازاهد الشجاع كتب الاستقالة وقدم هالو وتراجح طبعا مبارك لانه فضيلة الامام كان له فضل على مبارك انه كان والد مبارك كان يعمل حاجبا لدى الامام الاكبر جاد الحق وطلب منه ان يخشوا الكلية الحربية وفعلا ساعدوا في ذلك وطبعا تم فعلا اصدار بيان من الرئاسة المصرية بان احنا لا نقر اي وصيقة تتعارض مع ثوابت المجتمع المصري او الشريعة الاسلامية مع اهل الفن والثقافة وخاصة فيما يتعلق بمسلسل العائلة السينيرست وحيد حامد كتب مسلسل العائلة وعرض في رمضان قام ببطولته محمود مرسي الناظر المدرسة سويلم واخرجوا اسماعيل عبد الحافظ بدلا من عاطف الطيب والمسلسل طبعا جاء على ذكر لسان محمود مرسي في هذه الحلقات انكار عذاب القبر وانه ملوش اساس لا من القرآن ولا من السن وقامت القيامة وطبعا تصدر الازهر في هذا الموضوع واصدر بيان شديد وكذلك هدية العدد في الفترة دية انه نزل هدية العدد عن عذاب القبر اظن الدراسة كتبها الشيخ ياد الحق رحمة الله عليه وزهب ممدوح الليسي والى فضيلة الشيخ الامام وقره بتعديل السيناريو في الحلقة الاخيرة وفعلا جاء بحمدي غيث وتم فعلا حمدي غيث وجلس محمود مرسي وطار حوار بينهم ليقر ما اتفق عليه مع الشيخ الازهر من انه عذاب القبر سابت بالقرآن والسنة دي بعض السياسية او الاجتماعية او حتى فيما تعلق بالفن وبالثقافة فيما تعلق بالسوابط لدينا كان فضيلة الامام الاكبر يتسم بالشجاعة وانه كان لخشة في الله لومة لائم رحمة الله عليه وتوفيه سنة الف وتسعمية ستة وتسعين وكان مولده سنة الف وتسعمية وسبعتاشر نراكم في حلقة جديدة ان شاء الله مع عالم من اعلام العصر كان معكم ايمن الضمنهوري ننتظر منكم تعليقاتكم واقترحاتكم ونفعل جرس التنبيهات لصلكم كل جديد اشترك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته